أعلن البنك المركزي برئاسة طارق عامر ارتفاع قيمة صافي الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية بقيمة بلغت نحو مليار و419 مليون دولار بنهاية شهر أبريل 2018 بالمقارنة بشهر مارس السابق له وأضح البنك المركزي أن في بيان صحفي أن إجمال الاحتياط النقدية من العملات الأجنبية بخزائن البنك المركزي بلغ نحو 44 مليار دولار عن شهر أبريل 2018 يذكر أن البنك المركزي أعلن أن قيمة الاحتياط النقدية من العملات الأجنبية بلغت نحو 42 مليار دولار و611 مليون دولار مليون جني عفوا في نهاية مارس 2018 اشتركوا في القناة